موسيقى مشاهدينا مساء الخير اهلا بكم معنا وحلقة جديدة 90 دقيقة النهاردة اليوم التاني لمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي كان في جلسات كتير الرئيس طبعا حضر معظمها وكان المشهد بيؤكد ان مصر بتشهد بالفعل مرحلة جديدة بتؤسس فيها الشباب وبتمكن فيها الشباب على كافة المستويات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا الرئيس تحدث النهاردة فيه ملفات كتيرة تحدث عن البطالة وتحدث عن التعليم تحدث ايضا عن المشروعات الصغيرة وعن مواجهة التطرف وكان الحوار بينه وبين الشباب والمتحدثين اكثر من رائع واتمنى ان تلك الرسالة يرسيها سيادة الرئيس بدعم وتمكين الشباب وفتح الابواب امامهم علشان هم امل المستقبل ويريد كل مسؤول صغير او كبير يساعد سيادة الرئيس في هذا